كل موسم حج يكون أفضل من سابقه كما يمثل تجربة تخضعها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتقييم الدقيق بحيث لا يتكرر أي قصور قد يحدث وتوافق هذا الحج مع تغيرات مناخية في الطاقس وهطول أمطار رعدية مصخوبة بزخات من البرد ورياح ناشطة مثيرة للأتربة وفقا لوزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة فإن هذا الموسم كان الأفضل صحيا إذ لم تسجل فيه حالة وبائية واحدة وتقوم حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بوزارة الصحة بوضع خطة سنوية تبدأ مع انتهاء كل موسم حج استعدادا لموسم الحج القادم لكي ينعم الحجاج بأفضل صحة وهم يؤدون مناسك الحج فقبل وصول الحاج إلى المملكة العربية السعودية يكون الحاج تحت الرعاية الصحية والتطعيمات الوقائية والتحصينات والفحوصات الطبيات اللازمة حيث تعمل وزارة الصحة السعودية بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة الدول التي توجد فيها أوبئة أو أمراض ومن ثم إخضاع الحجاج لبرامج رعاية وقائية حرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح الحج بأعلى درجات السلامة والصحة كما تقوم الصحة السعودية بتوفير الرعاية الطبية ووضع كل إمكانياتها البشرية والطبية في خدمة الحاج عبر حملات توعية وبرامج رعاية يومية ومباشرة وتقديم كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طارئ صحي بأرقى خدمة وأشمل رعاية